النهاردة هعمل معاكم بلاك فورست كوب كيك ودي تقريبا ألاز وأحلى كوب كيك ممكن تجربوها أنا بحب وصفات الكوب كيك عموما فأي وصفة كيك أو طرطة دايما بحاول أعمل منها كوب كيك كيكة البلاك فورست أو طرطة الغابة السوداء واحدة من الكيكات الكلاسيكية الشهيرة جدا ودي بتبقى عبارة عن كيكة شوكولاتة محشية كريز وعليها كريمة فانيليا وده بالزبط اللي هنعمله في الوصفة دي هي وصفة سهلة جدا ومش معقدة خالص وبتبقى مناسبة قوي لأعياد الميلاد والمناسبات يلا بينا على طول نبدأ الفيديو ونشوف هنعملها ازاي مع بعض هنبدأ قول حاجة نحضر كوب كيك الشوكولاتة علشان نعمله هنحتاج 170 جرام زبدة تقريبا 3-4 كباية وهنضيف عليهم 100 جرام سكر أبيض و70 جرام سكر بني السكر الأبيض تقريبا نص كباية والسكر البني حوالي 3 كباية بس يفضل نستعمل الميزان علشان المقدير تكون مظبوطة أكتر السكر البني بيخلي طعم الشوكولاتة واضح جدا كمان بيخلي قوام الكاب كيك هش وطري أكتر بس لو تحبو تقدروا تستبدلوا بالسكر الأبيض مفيش مشكلة بنخفقهم مع بعض على سرعة متوسطة تقريبا لمدة 5 دقايق لحد قوامهم ما يبقى ناعم وكريمي بالشكل ده بعد كده هنزل عليهم 3 بيضات كوبور ومعلاقة كبيرة من الفانيليا وبنخفقهم لمدة 5 دقايق كمان ومهم جدا أن البيض يكون بحرارة الغرفة ما نستعملوش أبدا بارد من التلاجة علشان ما يخليش الزبدة تتجمد وتبقى تقيلة وتفقد القوام الكريم بتاعها لما تبقى بالشكل ده هنبدأ نضيف المكونات الجفة هنحتاج 130 جرام من الدقيق العادي متعدد الأغراض تقريبا بيكونوا كوباية وهنحتاج كمان 50 جرام من الكاكاو الخام الغير محلة بيكونوا تقريبا كمان نص كوباية وهضيف عليهم كمان 8 جرام من البيكنج بودر وبننخلهم علشان نتأكد أن ما فيش فيهم أي تكتلات كمان علشان ندخل أكبر كمية هوا لخليط الكيك وهضيف عليهم كمان مع لقتين كبار من الحليب وبنخفقهم مع بعض تقريبا لمدة دقيقة أو دقيقتين بالكتير لحد ما كل حاجة تمتزج مع بعض والدقيق يختفي تماما وما نخلطش كتير علشان نحافظ على ترويط الكيك قوام الخليط بيكون تقيل شوية بالشكل ده ومش سائل قوي أو خفيف الكيكات اللي بنستعمل فيها الزبدة عموما الخليط بتاعها بيكون أتقل من الكيكات اللي بنستعمل فيها الزيت بعد كده هنوضع الخليط في أوليب الكوب كيك بستعمل سكوب الأيس كريم علشان كلهم يكونوا بنفس الحجم تقريبا المقادير اللي استعملتها بتعمل معايا 12 وحدة كوب كيك من الحجم الستاندرد وبنساوي الخليط بالمعلقة بالشكل ده علشان سطح الكوب كيك يكون مستوي وبنخبزه في فرن ساخن مسبقا بدرجة حرارة 170 على الرف الأوسط هيحتاج معاكو تقريبا من 25 ل30 دقيقة وبنتأكد انه استوي كويس لما بندخل فيه توث بيك أو عصاية شيش طووق وبتطلع نظيفة بالشكل ده شايفين شكله قد ايه جميل وصطحه مستوي ومش مرتفع من النص كمان كلهم بنفس الحجم تقريبا هنسيبه يبرد تماما على شبكة التبريد وهنبدأ نحضر حشوة الكريز علشان نعملها بنحتاج كوباية ونص من الكريز متقطع ومنزوع النوا وهضيف عليه كوباية من السكر ومعلقة صغيرة من عصير اللمون وهضيف كمان نص كوباية من الميا وبقلبهم كويس مع بعض لحد السكر ما يبدأ يدوب بعد كده هرفعه على نار متوسطة ولما يبدأ يغلي بشيل الرغوة اللي بتطلع على الوش بالطريقة دي علشان مربى الكريز تكون شفافة ومفيش فيها اي شوائب وبسيبها تغلي على نار هدية تقريبا لمدة نص ساعة لحد السوائل كلها ما تتبخر وقوام المربى يتقل وبنشيلها من على النار وبنسيبها تبرد تماما قبل الاستعمال واخر حاجة هنحضر طبقة الكريمة علشان نعملها هنحتاج باكت من الكريم شانطيل بودر او تقريبا 3 معالق كوبار وهضيف عليهم ربع كوباية من الحليب البارد وبخفقهم على سرعة عالية لحد قامهم ما يبقى متماسك بالشكل ده عندي كمان 200 جروم من الجبنة الكريمي وهضيف عليهم معلقتين كوبار من السكر البودرة وبخلطهم مع بعض كويس جدا الجبنة لازم تكون بحرارة الغرفة يعني بخرجها من التلاجة قبل الاستعمال على الاقل بساعة علشان قوام هيكون ناعم وما يكونش فيها اي تكتلات وبعد ما تبقى بالشكل ده هضيف عليها الكريم شانطيل اللي خفقناه قبل كده الكريمة دي من احلى وصفات كريمة الجبنة اللي ممكن تجربوها طعمها حلو جدا وقوامها كمان ثابت قوي فتقدروا تستعملوها مع اي وصفة كيك تانية شايفين قد ايه قوامها كريمي وناعم جدا مربى الكريزة اللي عملناها كمان بردت تماما وقوامها بقتقيل بالشكل ده تقدروا تحشو بيها الكوب كيك على طول زي ما هي كده قطع وتقدروا كمان تهرسوها بالهند بلندر لو حبينها تكون زي البيوري علشان نحشي كوب كيك الشوكولاتة بنشيل القلب بتاعه بالأداية دي اللي بنشيل بيها قلب التفاح وتقدروا كمان تستعملو اي سكينة رفيعة وبنملى التجويف ده بحشوة الكريز انا دربتها بالهند بلندر وحطيتها في كيز حلواني علشان توزيعها يكون اسهل بنحط كمية مناسبة يعني تقريبا معلقة كبيرة بس انا عموما بحب حشوة الكريز تكون كتير شوية وبرجع اقفل الكاب كيك تاني بالقطعة اللي شلناها وبنضغط عليه بالراحة بالشكل ده وبنزينها بالكريمة اللي حضرناها تقدروا تستعملوا اي قمع كريمة متوفرة عندكوا باي شكل تفضلوه كمان بحط على الجوانب شوية من الشوكولاتة المبشورة علشان تدينا الشكل المميز لكيكة البلاك فورست تقدروا تستعملوا اي نوع شوكولاتة سواء دارك او بالحليب وبنحطها بالراحة خالص علشان ما نبوضش طبقة الكريمة واخر حاجة هزيانها بوحدة كريز بالشكل ده شايفين شكلها قد ايه جميل كأنها لوحة فنية الوانها كمان حلوة قوي جربوها الاعياد الميلاد او لأي حفلة او مناسبة عندكم بتبقى حلوة جدا دي من الحاجات اللي طعمها حلو وشكلها حلو وتقريبا الصغيرين والكبار كلهم بيحبوها الكاب كيك طري جدا ومتشرب بحشوة الكريز والكريمة كمان طعمها حلو قوي وسبتة زي ما قلتلكو فتقدروا تستعملوها الحشوة او تزيين كل وصفات الكيك تقريبا مش بس مع الوصفة دي لو بتحبوا طورتة البلاك فورست فالكاب كيك دي هتعجبكو جدا وبس كده دي كانت وصفتنا للنهاردة اتمنى تكون عجبتكو وتجربوها وهستنى ترجعوا مرة تانية وتقولولي رأيكو في الكومنس ولو عجبكو الفيديو ما تنسوش تعملولو لايك وشير اشوفكو على خير في فيديو جاي ان شاء الله باي باي اشتركوا في القناة